اشتركوا في القناة 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 الداخلة يعني الار اف والاي اف اذا اب ميكسر مجموع اذا داون ميكسر سالبة زين ايسا اكو عدنا مصطلح اسمه الباند فاكتر شون هو الباند فاكتر نفترض انه عدنا الار اف اهنا هاي تردد الار اف الى اكثر من تردد يعني مثلا على سبيل المثال يقول لي انه تردد الار اف خلي نقول خمسين وخمسة وستين كيلو فمن نجي نحسب الار اف لوكال اذا كان عدنا اب ميكسر مثلا اذا عدنا اب ميكسر فرح نجي من نحسب الار اف لوكال رح شنو رح ناخذ اقل تردد للار اف ورح نسمي اف لوكال منيموم ونحسبه وناخذ اعلى تردد للار اف وايضا نقول اف لوكال ماكسيموم ونحسبه فعلى هذا الاساس الباند فاكتر هو نسبة الار اف لوكال ماكسيموم على الار اف لوكال منيموم وكل ما كانت القيمة مالتهن قليلة كل ما كان افضل فهسه احنا عرفنا الميكسر من شنو دا يتكون يعني شلون دا يصير عدنا الاب ميكسر وشلون دا يصير عدنا الداون ميكسر وشنو هو الباند فاكتر وشون ينقص فهسه عنا مد نفتهم اكثر خلينا ناخذ مثال بالارقام عنا مد نعرف شلون دا صير العملية بالبداية نفترض انه اقدي ال Foreign Receiver Frequency اذا نرجع على الدائرة شويا ننطبه يعني البعد الميكسر والميكسر هو اللي بيناتهم فال Foreign Receiver Frequency منطيني الى قيمتين دا يقولي هو يتراوح ما بين 550 كالو وبين 1650 كالو وبنفس الوقت منطيني 인터�media Frequency اللي هي الاشارة الخارجة قيمتها 455 كيلو فأسه إحنا نجي إذا إحنا كان عدنا أب ميكسر يعني إحنا ما ما منطينا طبعا الـ local فما رح نقدر نعرف أنه هو فرح نجي نقول إذا كان عدنا أب ميكسر فرح معناها الـ local أكبر من الـ فعلى هذا الأساس نستخدم القانون اللي قلناه بالـ slide الفات اللي هو F receiver frequency زائد الـ FIF نجمعهن بس شنوش نجمع أول شي ناخذ هاي نعتبر هاي الـ local minimum رح نصل بالشكل التالي ونطلع قيمتها ونجي ناخذ الإشارة الأكبر اللي هي هاي الـ 1650 ونعتبرها F-local maximum ونطلع قيمتها وعنا مود نحسب الباند فاكتر مثل ما إحنا قلناه هي النسبة مع بياناتهن فراح نصير بالشكل التالي وراح تطلع قيمتها الاثنين هذا كان بالنسبة للـ Up Mixer فهس إحنا إذا نجي ناخذ بنظر الاعتبار أنه عندنا Down Mixer إذا كان عندنا Down Mixer فمبدين أكيد أنه رح نعرف أنه الـ F-local أصغر من الـ F receiver frequency فعلى هذا الأساس رح يكون هنا نفس المعادلة لكن بإشارة سالبة فراح يكون عندنا الـ F-local minimum هي نفس المعادلة لكن أيضا نقلنا بإشارة سالبة وراح يطلع الناتج ونفس المعادلة ما الـ F-local maximum وأيضا بإشارة سالبة فعلى هذا الأساس من نجي نحسب الباند فاكتر رح تطلع عندنا قيمة الباند فاكتر 12 فهس إذا نجي نلاحظ أنه الباند فاكتر مالتنا هنا بحالة الـ Up Mixer رح تكون قيمته 2 وهنا بحالة الـ Down Mixer قيمته هي 12 فإحنا قلنا كل ما كانت قيمة الباند فاكتر قليلة كل ما كان أفضل وعلى هذا الأساس إحنا رح نعتمد بالـ Up Mixer بحالة الـ AM Broadcasting ليشتع أنه الباند فاكتر مالت رح يكون قليل هس إذا نجي على مصطلح اسمه الـ Image Frequency شنو هو هذا المصطلح وشنو الغاية من عنده بالبداية إذا نرجع نفس الدائرة الأولانية مالتنا اللي هي دائرة الـ AM Broadcasting دائرة المكسر يعني فإذا نفترض أنه عندنا الـ FRF اللي يدخل للمكسر قيمته 1000 كيلو قيمة الـ F-Local مالتنا اللي هي هاي الـ F-Local قيمتها 1455 كيلو وقيمة الـ Intermediate Frequency هي 455 كيلو فإذا نجي هسه نفترض فرضية نقول ليت أنه عندنا تردد RF Receiver Frequency جديد جديد قيمة 1910 كيلو هيرتز فرضية فرضناها فإذا نجي هسه بما أنه عندنا الـ FRF قيمة 1910 كيلو هيرتز إذا نجي نقارنوية الـ Local فهذا شنو معنى؟ فهذا معنى أنه الـ F-Local أصغر من الـ F-Receiver Frequency أكيد لأن قيمته أقل إذن هذا Down Mixer فإذا نجي نستخدم معادلة الـ Down Mixer اللي هي الـ F-Local تساوي FRF ناقص FIF زين إحنا قيمة الـ F-Local عدنا وعدنا قيمة الـ F-RF فالريد نطلع قيمة الـ Intermediate Frequency جديدة اللي راح تطلع بعد ما دخلنا وفرضنا هذا التردد اللي هو قيمة 1910 بمكان الـ F-RF هذا فدلاحوا أنه الناتج اللي راح يطلع عدي بالـ F-Local قيمة 455 كيلو اللي هي نفسها قيمة الـ F-IF بالحالة السابقة فإذا ننتبه أنه هنا شنو راح يصير عندي هنا راح يصير عندي تداخل بين الموجات لأن دخلت موجة طالع عندي الـ F-IF تردد هو نفس تردد الـ F-IF بالموجة الفاتت فهذا معناه أنه صار عندي نفس التردد صار عندي تداخل بالموجات وعلى هذا الأساس الصوت اللي راح يطلع هو صوت مو واضح يعني صوت بيتشويش صوت يعني مو نقي ليش عندي يصير عندي تداخل بالموجات زين أنا مو دي نحل هاي المشكلة شنو اللازم نسوي هنا أنا بهاي الحالة لازم منها أنه تمنع تداخل الإشارات ليش تمنع تداخل الإشارات تمنع تداخل الإشارات لأن بسببها ما راح يصير نفس التردد فعلى هذا الأساس صار أدنى ما يسمى بالامج فريكونسي زين الامج فريكونسي إذا نجي شنو هو قانونه قانون الامج فريكونسي هو الاف امج اللي نشوفه قدامنا يعني راح نضرب الاف انترميدية فريكونسي نضربها في اثنين هاي في حالة الاب ميكسر أما في حالة الداون ميكسر فهي نفس المعادلة لكن أيضا بإشارة سالبة هذا ما يخص موضوع الايام بروتكاستنج زين هس خلينا ناخذ مثال على مود نطبق اللي حتش هنا المثال يقول هنا أنه عندي ومنطيني انترميدية فريكونسي قيمة الانترميدية فريكونسي هي 15 ميكا هيرتز فإذن الف ما تقيمة 15 ميكا ومنطيني بنفس الوقت أيضا الوكال أوسيليتر فريكونسي إذن هذا قيمة 3.5 جيجا جيجا هيرتز هنا دي يقول أنه إذا كان الفريكونسي مال الرسيفر أكبر من اللوكال أوسيليتر حسب ما دي نشوف هنا بالسؤال دي يقول لي أنه التردد مال الرسيفر أكبر من تردد اللوكال شنو معناه معناها أنه الف رف أكبر من الف لوكال جيجا أن الف لوكال أوسيليتر هذا الف لوكال وهذا الرسيفر فريكونسي اللي هو ف فهذا الف رف دي يقول لي أنه أكبر من الاف لوكال فشنو أستنتج أستنتج أنه مباشرة أنا عندي داون ميكسر هاي أول شاء الله زين شنو المطلوب من عندي بالسؤال يريد من عندي أنه أحسب قيمة الامج فريكونسي ف بما أنه أنا عندي الاف لوكال أصغر من الاف رف فمعناها الاف امج مالتي راح تكون قيمة القانون مالتها يعني هو اف ار اف ناقص اثنيا اف اي اف هذا القانون اللي قلناه احنا قبل شوي زين هس آني ما عندي قيمة الاف ار اف شو راح طلع قيمتها راح طلع قيمتها عن طريق الاف لوكال الاف لوكال ما لدي شي يساوي لي يساوي لاف ار اف ناقص اف اي اف ليش ناقص لان عندي داون ميكسر زين فاني هس عندي الاف واني عندي الوكال بنفس الوقت فراح اقدر اطلع الاف ار اف اللي هو راح تطلع قيمتها تساوي 3515 ميجا هيرتز فهس هاني قدر تطلع الاف ار اف عن طريق الاف ار اف اقدر اطلع الاف اميج اللي هو راح يساوي الاف اميج راح يساوي للاف ار اف لقيمته 3515 ميجا ناقص 2 مضروبة بالFIF اللي هي قد قيمتها 15 ميجا ولي راح يطلع الناتج النهائي راح يساوي 3485 ميجا هيرتز هيتشي قدرنا نحسب الF Amiga Frequency الفكرة انه احنا لازم نحدد اذا كان عندي أب ميكسر فاحنا نعرف القوانين دائما لتكون موجبة واذا كان عندي داون ميكسر فايضا القوانين راح تصير شنو نفس القوانين هي لكن الاشارة تغير راح تصير سالبة اتمنى انه اكون فدتكم بشرح هذا الموضوع وصلت لكم المادة اسف على الاطالة مع السلامة